إنه لمن دواعي الفخر أن يكون التضامن الإنساني ميزة متجدرة في شعبنا الأبي كفطرة عفوية لاجتماعية الدولة الجزائرية المنبثقة من بيان أول نوفمبر أكد على ديمومتها السيد رئيس الجمهورية في جل المحطات القيادية لسياسته الرشيدة لا سيما باستحداث العديد من الهيئات الفاعلة في التعديل الدستوري لنوفمبر 2020 وهو ما ترسخ خلال جل المحن والأزمات التي شهدتها الجزائر صحية كانت أو طبيعية كرس خلالها الشعب الجزائر أسمى معاني التكافل والتآذر بين أفراده بتقطير متناسق بين جل الفاعلين وهو التقطير محل لقائنا اليوم من أجل تعزيز آلياته وإكسابه احترافية لتدخلاته الإنسانية